بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب جاء به المصنف للتشويق خلافا لما يوقعه الشيطان في النفوس ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء كونه غير واجب بل الفضل من نتائجه وآثاره كصلاة الجماعة الدليل الأول وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولم يلبسوا أي لم يخلطوا بظلم الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك مهتدون أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل وفي الآخرة إلى الجنة من فضائل التوحيد استقرار الأمن في الدنيا والآخرة الدليل الثاني وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه الدليل الثالث ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله شهد الشهادة الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح ألا إله إلا الله أي لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله وحده توكيد للإثبات لا شريك له توكيد للنفي في كل ما يختص به وأن محمدا ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم النبيين عبده أي ليس شريكا مع الله ثانيا أعبد الخلق ورسوله أي المبعوث بما أوحي إليه فليس كاذبا على الله وينقض تحقيق هذه الشهادة أولا فعل المعاصي ثانيا الابتداع في الدين ما ليس منه المعاصي بالمعنى العام يمكن أن نعتبرها من الشرك وبالمعنى الخاص تنقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر ومعصية كبيرة ومعصية صغيرة عيسى عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود نؤمن برسالته ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتنا وشريعة من قبلنا لها حالات أولا أن تكون مخالفة لشريعتنا فالعمل على شرعنا ثانيا أن تكون موافقة لشريعتنا فنحن متبعون لشريعتنا ثالثا أن يكون مسكوتا عنها في شريعتنا فهي شرع لنا انقسم الناس في عيسى عليه السلام إلى طرفين ووسط أولا جفاه كاليهود كذبوه وطعنوا فيه وفي أمه وأنكروا نبوته وحكموا بقتله ثانيا غلاه كالنصارى قالوا إنه ابن الله وثالث ثلاثة وجعلوه إلها ثالثا وسط نشهد أنه عبد الله ورسوله وأمه صديقة وأنها عذراء أحصنت فرجها وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كلمته لأنه خلق بالكلمة وليس عيسى كلمة الله فالكلام صفة لله روح منه أي خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم أدخله الله الجنة إدخال الجنة على قسمين أولا إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل ثانيا إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل قال لا إله إلا الله بشرط الإخلاص بدليل يبتغي بذلك وجه الله في هذا الحديث رد على طائفتين أولا المرجئة الذين يكتفون بقول لا إله إلا الله دون العمل والإخلاص ثانيا الخوارج الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار ما أضافه الله تعالى إلى نفسه أولا إضافة أعيان قائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوق مثل ناقة الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فكل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله مخلوقة إضافة عامة قال تعالى إن أرضي واسعة إضافة تشريف قال تعالى وروح منه ثانيا إضافة أوصاف غير مضافة إلى عين مخلوقة مثل قوله لما خلقت بيدي هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف الدليل الرابع والخامس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لا إله إلا الله هذه الجملة ذكر متضمن للدعاء لأن الذاكرة يريد رضا الله عنه وهي مفتاح الجنة لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له وشروطها هي الأسنان بقرابها مغفرة حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئا والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه المسائل الأولى سعة فضل الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الخامسة تأمل الخمسة اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين لأنه لا بد أن يبتغي بها وجه الله وإذا كانت كذلك فلا بد أن تحمل المرأة على العمل الصالح السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان ولا يكفي مجرد القول الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله فغيرهم أولى التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه فالبلاء من القائل لا من القول لاختلال شرط أو وجود مانع العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات المثلية في العدد الحادية عشرة أن لهن عمارا أي السماوات وعمارهن الملائكة الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية والمعطلة ففيه إثبات الوجه لله الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولا باللسان الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كريمة الله وأنه خلق بلا أب السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه من جملة الأرواح المخلوقة السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وأنه من أسباب دخول الجنة الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه وهو صفة من صفات الله التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر